لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خلجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبدالصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية لدغة الأنسة دوسانتوس في العاشر من غشت من العام واحد وألفين في حدود العاشرة ليلاً وقعت حادثة سير بسالة جديدة على الطريق المفضية إلى قنطرة سيد محمد لم تكن حركة المرور على تلك الطريق بالكثافة التي تعرفها طرق أخرى أبلغ عن الحادثة من قبل رجل كان يقود سيارته على الطريق الملتوية شاهد سيارة تزيغ عن مسارها وتهوي إلى أسفل المنحدر كان العميد الراجل عبدالرحمن مكلفاً ليلتها بالمداومة ما أنبلغ مكان الحادثة حتى طلب حضور رجال الوقاية المدنية للبحث عن السيارة وتوفير المعدات الضرورية لعملية الإغاثة لما وصل المتدخلون إلى السيارة اكتشفوا بداخلها امرأة كانت ميتة ملامحها أوروبية سيارتها مسجلة في إسبانيا بعد مسح للمكان وتفتيش دقيق للسيارة تم العثور على الحقيبة اليدوية للضحية الآن ساماريا جونثاليث دوسانتوس مواطنة إسبانية في مستهل العقد الرابع من العمر مهنتها صحفية أبلغ وكيل الملك بالحادثة فطلب من العميد الراجل الإبقاء على حراسة في المكان إلى الصبح حيث ستنتشل السيارة من المكان السحيق الذي هوت فيه والبحث بالتالي عن كل ما قد يفيد التحقيق وبما أن أسباب الحادثة لم تكن معروفة فقد كان من الضروري أن تأخذ عينة من دم الضحية من قلبها وتحليلها في المختبر للتأكد من نسبة الكحول التي قد تكون في الدم وهو ما سيحدد ما إن كانت الآن ساماريا جونثاليث دوسانتوس في حالة سكر وقت الحادثة نقلت جثة الضحية إلى المستودع البلدي للأموات وتم إرسال برقية إخبار إلى الإدارة العامة للأمن الوطني إجراء يمليه كون الضحية مواطنة أجنبية فضلا عن مهنتها كصحفية سويعات بعد ذلك كانت السفرة الإسبانية بالرباط قد بلغت بالحادث في الصباح حضر إلى مفوضية الشرطة الملحق الإعلامي بالسفرة الإسبانية وقدم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالهالكة قال إنها كانت تعمل لصحيفة إلبيس وإن إقامتها في فندق كذا وذكر اسم الفندق الذي كانت تقيم فيه بشكل دائم أكد الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي لجثة ماريا جونثاليث دوسانتوس أنها توفيت نتيجة إصابات متعددة وفي جهات مختلفة من الجسم ولعل القاتلة من بينها تلك التي كانت على مستوى الرأس أكد الفحص الطبي أيضا أن الصحفية الإسبانية فارقت الحياة في حدود ساعة العاشرة من ليلة العاشر من غشت أكدت نتيجة التحليل المخبري لعينة من دم الهالكة أنها بالرغم من كونها تناولت بعض الخمر في عشائها الأخير فإنها لم تكن لحظة الحادثة في حالة السكر في مستودع الشرطة جرى فحص السيارة تناوب على فحصها عدد من الخبراء ولكنهم حتى ضحى اليوم الموالي للحادثة القاتلة لم يتوصلوا إلى ما يفيد بوجود خلل فني ما أدى إلى الحادثة ومع أن ما سبق لا يتيح مجالا واسعا للتحري فإن العميد الراجلي لم يستبعد من حساباته أي من الفرضيات فالمنطقة التي وقعت فيها حادثة السير تكون خالية خلال الليل ولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون الضحية تعرضت لاعتداء ما غدت الحادثة في حدود الرابعة عصرا عاد الملحق الإعلامي للسفارة الإسبانية إلى مفوضية الشرطة وقدم معلومات إضافية منها أن ماريا جونساليس دوسانتوس لم تكن متزوجة وأنها كانت تقود سيارتها برصانة كما أنها لم تكن كثيرة الخروج ليلا ولذلك فإنه يتعين التحري حول سبب وجودها على تلك الطريق بسل الجديدة وفي تلك الساعة من الليل تعميقا للتقصي طلب العميد من الخبراء فحص الواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وكذا العجلات سريعا جاء الجواب الواقية الزجاجية الأمامية تفتتت بينما انفجرت إحدى العجلتين الأماميتين ما كشفه أيضا التحليل المخبري الذي أجري على عينة من دم الضحية أن ماريا جونساليس دوسانتوس كانت مصابة بمرض السيدة لم يتغير مجرى البحث بالرغم من أن مصالح الشرطة اعتبرت المعلومة ذات فائدة أن يكون شخص مصابا بسيدة لا يعني أنه مقترف لجريمة ولذلك اكتفى عميد الشرطة بنقل المعلومة إلى النيابة العامة التي أبلغت مندوب وزارة الصحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بعد 48 ساعة حلت بالرباط والدة ماريا لاستلام أمتعة ابنتها تلك التي في غرفتها في الفندق كما تلك التي بحوزة الشرطة افتقدت الأم ذكرة ابنتها ماريا جونساليس دوسانتوس قالت إنها لم تكن تفارقها منذ صباها تم تفتيش الصندوق الحديدي الذي كانت تكتريه في الفندق ولكن لا شيء وفي محاولة للتخفيف من ألم أم الصحفية الإسبانية أمرت شرطة سلا بإعادة تفتيش السيارة كما أعيد مسح المكان الذي سقطت فيه سيارة ماريا لكن لم يتم العثور على أي شيء سار دفتر مذكرات ماريا هاجسا يقض مجع العميد الراجلي في اليوم الرابع وأثناء لحظة استرخاء جاءت فكرة تفكيك كراسي السيارة فقد تكون المذكرة علقت في جهة ما من أرضية السيارة نهض العميد مسرعا أمر بتفكيك كراسي السيارة وما كاد المكلف بالمهمة يرفع الكرسي الأمامي حتى ظهر للعميد كيس من الجلد معلق أسفل الكرسي بداخله كانت المذكرة لم يكن العميد يجيد اللغة الإسبانية كان سعيدا باكتشاف المذكرة المفقودة لأن ذلك سيسعد تلك الأمة المكلومة والدة ماريا جونساليس دوسانتوس كاد يهاتفها ليزف إليها الخبر ولكن فضوله البوليسي أوحى له أن يتريث إلى أن يعرف ما دونته ماريا قبل موتها في حادثة السير عدم معرفته باللغة الإسبانية اضطره إلى الاستعانة بزميل له يعمل في المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب كان يجيد الإسبانية أسرار كثيرة ضمنتها ماريا جونساليس دوسانتوس تلك المذكرة أسرار تعود إلى سنوات بعيدة وأخرى إلى زمن قريب باحة مذكرة بسر إصابة ماريا بداء السيدة كتبت أن صحفيا أمريكيا وكان رجلا جذابا استهواها أقامت معه علاقة جنسية غير محمية فأصيبت بمرض السيدة تقول ماريا إنها ما أن تيقنت من أنها مصابة بالمرض الفتاك حتى آلت على نفسها أن تنقله إلى أكبر عدد ممكن من الرجال كانت ماريا جونساليس دوسانتوس وهي في مطلع عقدها الرابع امرأة جذابة كانت تستهدف كل شاب وسيم تصادفه أحيانا تصنع المناسبة للإيقاع بمن تستهدف عندما حلت بالمغرب تعرفت إلى عمر الرياحي وكان صحفيا شابا من تتوان ينحدر من أسرة أندلسية كان عمر وسيما وكانت ماريا تصطاد ضحاياها من بين الوسيمين أغوته بحركاتها ثم تمنعت قضى زمنا يلاحقها أسابيع منذ أن تعرف إليها في أصيلة وأخيرا تمكن منها ولعلها مكنته من نفسها كان ذلك في ليلة الثلاثين من مايو من العام واحد وألفين لما فتحت له باب غرفتها في الفندق استضافته سبع ليال وكان عمر يلاحظ خلواتها الطويلة في الحمام لم تكن تستحم في كل مرة كما لاحظ أن مذكرة تلازمها ذات ليلة أراد أن يعرف ما في المذكرة سقاها حتى أسكرها ولما فتح المذكرة يا لهول ما اكتشف كتبت بخط يدها أنها نقلت إليه مرض السيدة ذهل العميد الراجلي مما اكتشف في دفتر مذكرات ماريا جونثاليس دوسانتوس أبلغ رئيسه بالأمر إذ لم يسبق له أن تعاطى مع قضية مماثلة أمره الرئيس باستنساخ المذكرة ثم تسليمها إلى والدة ماريا وجد العميد الراجلي نفسه في مواجهة تطور لم يكن مرتقبا عليه الآن العثور على عمر الرياحي مضت ثلاثة أشهر ولا أثر له أبنت التحريات بأنه غادر المغرب إلى إسبانيا عبر ميناء طانجا في الثالث عشر من نوفمبر تقدم عمر الرياحي إلى شباك الأمن بباب سبتا كان قادما من إسبانيا ما أن تعرف عليه مسؤول المصلحة حتى دعاه إلى مكتبه أبلغه بأنه مطلوب حضوره إلى مفوضية الشرطة بسلال أمر يهمه حاول أن يعرف الموضوع ولكن مسؤول مصلحة الشرطة في باب سبتا لم يكن على علم بالموضوع اضطرب عمر ولذلك ما أن وصل إلى سلال مساء ذلك اليوم حتى تقدم لدى مفوضية الشرطة هناك استقبله العميد الراجلي كان يريد أن يبلغه الخبر المشؤوم خبر إصابته بسيدة ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك بادره بسؤال عن علاقته بالصحفية الإسبانية ماريا جونفاليس دوسانتوس أجهش عمر بالبكاء وما أن هدأ قليلا حتى سأل العميد كيف عرفتم أنني القاتل كان ردا مفاجئا اعتدل العميد في مجلسه أخف اندهاشه لما قاله عمر الرياحي وبنبرة هادئة تماما رد عليها الشرطة تستطيع اكتشاف الحقيقة لأن الجنات يتركون دائما خيطا يقود إليهم سرد عمر حكايته مع الصحفية الإسبانية بتفاصيلها إلى أن اكتشف أنها نقلت إليه مرض سيدة في تلك اللحظة قرر الانتقام منها تعلل بزيارة إلى عائلته في تطوان ووعدها بأنه عائد إليها بعد ثلاثة أيام لما عاد دعاها إلى منزله في سلل جديدة قال عمر إنه خرج حين دخلت هي إلى الحمام لتغتسل قبل أن تعود إلى فندقها قصد إلى سيارتها قطع أنبوب زيت الفرامل بعد أن نصب مسامير تحت العجلات لما غادرت تبعها ظل يرقوبها إلى أن هوت بسيارتها في المنحدر عاد إلى بيته جمع أغراضه وما كان لديه من مال ثم غادر إلى تطوان فوت كل ما يملك إلا بيت والديه الهالكين فقد حبسه على الفقراء عبر إلى إسبانيا كانت ضحاياه كثيرات ممن نقل إليهن مرض السيدة قال عمر في اعترافاته إنه لم يكن يعتقد أن الشرطة ستكشفه يوما ما استمع العميد الراجلي باهتمام إلى اعترافات عمر الرياحي وعيد فحص سيارة ماريا جونساليش دوسانتوس اكتشفت المسامير بين أشلاء العجلات وتجل القطع الذي طال أنبوب زيت الفرامل أبلغ العميد رئيسه باعترافات عمر وتم الاتصال فورا بالوكيل العام للملك لأن الأمر لم يعود الآن من اختصاص المحكمة الابتدائية انتقل الوكيل العام إلى مفوضية الشرطة بسلة مصحوبا بقاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال عمر الرياحي أمر قاضي التحقيق بأن يوضع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي مع مطالبة مدير السجن بعزله عن باقي السجناء لما يمثله من خطر عليهم قبل أن ينقل من مقر مفوضية الشرطة بسلة إلى السجن طلب عمر الرياحي من العميد الراجل أن يطلعه على آخر ما دونته الصحفية الإسبانية في دفتر مذاكراتها كتبت ماريا جونثاليس دوسانتوس مسكين عمر اعتقد باستضافة في بيته أننا بدأنا حياتنا كعاشقين لم يكن يعلم أنني على موعد مع ضحية أخرى في الفندق في الحادية عشر ليلة معكم عبدالصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم ترجمة نانسي قنقر